النهاردة لقطة أكثر من رائعة من مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة أنا حابب أن أنا بس في البداية كلامي قبل ما أتكلم عن أي شيء حتكلمكم عن المرشطات وعن المشعارف إيه والكلام اللي إحنا عملين نسمعه والتهريج اللي إحنا عملين نسمعه بقى أنا يومين ثلاثة ولكن في بداية كلامي أنا حابب أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على ما حدث اليوم إيه اللي حصل النهاردة؟ النادي الأهلي أرسل خطابا للاتحاد المصري لكرة السلة طالب فيه التنازل عن أي حقوق للنادي في بطولة السوبر مع نادي الاتحاد السكندري وأكد مجلس إدارة النادي الأهلي عن رغبته في تتويج نادي الاتحاد ببطولة السوبر وذلك تقديرا لجماهير نادي الاتحاد مرة تانية أنا بسقف لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي اتخذوا مثل هذا القرار التاريخي هتقول لي قرار تاريخي هقولك أيوة فنم قرار تاريخي لأنه لو القرار ده لك لم يتخذ البعض قبل بس ما كمل ولكن البعض حيقولك إيه ما كده كده الأهلي كان مغلوب أولا الرياضة ما فيش حاجة اسمها كده كده الأهلي كان مغلوب ولكن الرياضة فيها اللي احنا شايفينه الشعارين يبقوا جنب بعض شعار النادي الأهلي وشعار نادي الاتحاد السكندري شعار النادي الأهلي وشعار كل الأندية الأخرى النادي الأهلي علقته بالجميع علاقة محترمة النادي الاهلي علاقته بجميع الاندية علاقة محترمة وتقوم على الود والاحترام ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير اي نادي اخر خصوصا نادي الاتحاد السكندري فالحقيقة انا كان كل فخر النهاردة ممكن الناس تفتكر ان الموضوع موضوع بسيط ولكن لا النهاردة انا كرجل اهلاوي كان كل فخر وكنت سعيد جدا 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 لان مجلس ادارة النادي الاهلي اثر ان يكون هناك او يعني فضل ان يكون هناك احترام متبادل وان انت تعلي القيم الانسانية اكتر من اي شيء اخر مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب النهاردة ادونا درس في اعلاء القيم والمشاعر الانسانية وتقديرا للجماهير بالمناسبة الجماهير اللي اتصابت طبعا من جمهور نادي الاتحاد السكندري اللي حصل اثناء مباراة الاهلي والاتحاد في كاس السوبر سقوط حاملة كاميرات على الجماهير بالنسبة لنا احترام النادي الاهلي لجمهوره الاول لجمهور النادي الاهلي وان هو بيعلم شباب هذا الجمهور ان الاخلاق والمبادئ مش بالكلام الاخلاق والمبادئ بالافعال الاخلاق والمبادئ اهم بكتير جدا جدا من البطولات اللي هي بالمناسبة موجودة كتير داخل النادي الاهلي لانه الفوز الفوز بيروحوا ييجي البطولات بتروحوا تيجي ولكن تظل المواقف الإنسانية والجماهيرية والعلاقات القوية ما بين الناديين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري اللي هي أكبر من أي بطولة وإرساء لأخلاق ومبادئ النادي الأهلي إحنا دايماً القاعد بيتفرج على قناة الأهلي بيشوف كده سلوجن على الشمال بيقولك إيه الأهلي تاريخ مبادئ تطوير التاريخ من 1907 تقدر تقرأ عن تاريخ النادي الأهلي لغاية دلوقتي المبادئ اللي بيطبقها النادي الأهلي المبادئ اللي بيقولها النادي الأهلي لكل العالم بالمناسبة مش شكل تاني إحنا شوف نبلك مبارح ولا أول مبارح في التليفون يعني حاب أتكلم في هذا الأمر لكن خلينا نتكلم عن نواحي الإجابية الأول اللي حضراتكم شايفينه ده أنا بعلق مش أنا مجلس إدارة النادي الأهلي بيعلم جيل كامل أن المبادئ والأخلاق أهم من أي بطولات فأنا بشكر جدا 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 كابتن محمود الخطيب بشكر الأستاذ العمري فاروق بشكر الأستاذ خالد مرتاجي وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا القرار التاريخي قرار بالفعل قرار يستحق الاحترام وبشكركم لأنكم بتعلمونا حاجات كتيرة جدا جدا لما هو قادم الناس المحترمة والجماهير المحترمة ورؤساء الأندية المحترمة بتقابل بمئة احترام زي ما حضراتكم شفتوا فيما حدث من أول يوم لما حاملات الكاميرات وقعت في هذه المباراة لغاية مبارح أو لغاية النهاردة ما إسلام طلع النهاردة إسلام الجمهور أو واحد من جماهير نادي الاتحاد لغاية لما طلع النهاردة الأستاذ العمري فاروق الدكتور محمد شاوي أستاذ خالد مرتاجي بعدهم الكابت الخطيب كان مسافر أول ما رجع أول زيارة ليه كانت لإسلام مصاب نادي الاتحاد السكندري هذه هي العلاقات وهذه هو الاحترام هو ده اللي أنا دايما بتكلم عنه وهو ده دايما اللي بقوله أن الأهلي مش بالكلام ولكن الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير من خلال اللي حضراتكم بتشوفوه النهاردة على أرض الواقع شكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي بشكركم جدا جدا من داخل آه حتقول لي انت طلع تطبل والحاجات اللي بتقعد تتقل دي أنا ما بيحصلش أنا ما بيفرقش معايا الكلام ده ولكن أنا بيفرق معايا لما المبادئ تنتصر على أي شيء آخر موسيقى 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 موسيقى